إلى الأول من آيار مفوضية الانتخابة توحد مدد فترتين كل من استقبال طلبات قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية وذلك لفسح المجال أمام عدد آخر من الأحزاب الجديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة واستكمال إجراءات الترشيح للأحزاب السياسية عدنا 261 حزب سياسي مسجل وبالنسبة للأحزاب التي قيد التأسيس 55 حزب سياسي وبالنسبة للتحالفات السياسية أيضا عدنا تقريبا 25 تحالف لسنة 2018 مسجل قديما وتقريبا 7 من التحالفات السياسية ضمن سنة 2021 وأيضا لدينا 12 تحالف سياسي قيد التسجيل فترة التمديد هذه شملت الأحزاب والمرشحين فقط إلا أن مفوضية الانتخابات أوقفت عملية تحديث سجل الناخبين لأن تمديد موعد التحديث سيؤدي إلى المزيد من التغييرات التي ستؤثر على جدول العمليات الانتخابية فيما ستستمر المفوضية بمكاتبها بعملية التسجيل البايومتري للناخبين أعطت المفوضية العليم استقل الانتخابات إلى مرشحين الفرد ومرشحين الأحزاب فترة إلى نهاية 1-5 وهي آخر فترة لتسجيل التحالفات وتقديم المرشحين تسجيل البايومتري مستمر التصحيح الحذف البيانات المتوفين التسجيل البايومتري فقط توقف التغيير وتستمر عمليات التحديث والتوزيع طيلة هذه الفترة ولكن عمليات التحديث والتوزيع الأخيرة تكون طباعة البطاقات البايومترية وتسليمها بعد الانتخابات وفي ظل ذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد على استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل هبا السوداني العراقي الإخبارية بغداد